موسيقى رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناع واستخراج الرخصة الذهبية لإقامة المصانع اليوم مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين مصر تؤكد مجددا ضرورة تحقيق حل سلمي للأزمة الأوكرانية والعمل نحو حقن الدماء الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنج نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع اتحاد الصناعات وتوفير الأراضي اللازمة واستخراج الترخيص الخاصة بل والرخصة الذهبية لإقامة مصانع توفر ما يتم استيراده وكذا مستلزمات الانتاج المطلوبة جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي لمناقشة أليات دعم الصناعات المصرية واجدد مدبولي التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم قطاع الصناعة وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز معضحا أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع وكذا اتحت المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على الترخيص ومن ثم إصدار الرخصة الذهبية وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جهود دعم المصدرين وخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار مؤكدا استعداد الحكومة الكاملة لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات مشيرا إلى أن هناك قائمة حاليا بالصناعات التي تحتاجها الدولة ومستلزمات الانتاج المستوردة المطلوبة لتلك الصناعات تشهد مصر اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 جاء الإعلان عن إطلاق هذه الاتفاقية غدات ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع السابع لللجنة العليا المعنية بتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وفي هذا الإطار وجه مدبولي بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة السابعة والعشرين للمؤتمر كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسات واجهات التمويل الدولية وذلك في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر من جانبها أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخلال لقائها مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي للمناخ لبحث التعاون المشترك في مشروعات المناخ أكدت وزيرة البيئة أهمية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية ولمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم لنا هاتفيا دكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بعد تحية ضيفي الكريم يعني اليوم مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كيف تبعت ذلك؟ الحقيقة الموضوع بتاع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ومصر من قبل كده كان يعني عاملة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات والتخفيف من الانبعاثات يعني موضوعات التخفيف والاستراتيجية الوطنية للتكايف مع تغير المناخ وكان في الفترة الأخيرة كان لابد من عشان تعظيم الاستفادة من الاستراتيجية تندول ويبقوا في إطار متكامل وما فيش فيه عنه أي تعارض فتعامل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في المناخ دي طبعا عشان يبقى فيه دمج ما بين الأهداف هنا والهداف هنا وبقى طلع فيه يعني أربع أو خمس أهداف استراتيجية لهذه الوطنية لهذه الاستراتيجية الهدف الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومرخص الانبعاثات في مختلف القطاعات دي أول هدف الهدف الثاني بناء مرونة وقدرة على التكايف مع أثار تغير المناخ وتخفيف هذه الأثار الهدف الثالث تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ يعني عشان يبقى تعزيز التعاون والتنصيق بين الجهات المختلفة التي تعمل في تغير المناخ ويبقى فيه حوكمة بينها ما يبقاش فيه يعني تكرارية لمهام واختلاف في المهام الهدف الرابع تحسين البيئة التحتية أو البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية لأن البنية التحتية دي مهمة جدا يعني شنونا بنعمل حاجات كتير وأصلا ما فيش بنية تحتية من ناحية المنشآت من ناحية الوحدات يعني مسؤولة عن متابعة تغير المناخ هي الجزء الخاص بالتنفيذ الهدف الخامس والأخير تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ دكتور صبري يعني العالم بات اليوم يتحدث عن الاقتصاد الأخضر كيف ترى التحرك والخطوات المصرية في سبيل تعزيز عمليات التحول لهذا الاقتصاد أولا اقتصاد الأخضر هو ببساطة أولا الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق التمنية المستدامة وهو معني بأنه لازم يكون عندنا استهلاك مستدام استرشيد للطاقة التوجه إلى استخدام الطاقات المتجددة وتبنيها في مجال الزراعة كل التكنولوجيات الحديثة في الزراعة التكنولوجيات اللي هي بسمها الزراعة الزكية مناخيا من ناحية استنباط أنواع جديدة من الزور التي تتحمل الحرارة وصفة خير المناخ أيضا التكنولوجيات الخاصة بالزراعة من ناحية الرأي بالطلقيت واللي هي بتفيد في مجال الزراعة وفي نفس الوقت في مجال إدارة المياه يعني الإدارة المتكاملة للمهارد المياه دي مهمة جدا وده جزء برضك من هذه الاستراتيجية أيضا استخدام التكنولوجيات والأساليب الحديثة في الزراعة ده يمكننا التكلم في مجال الزراعة والموارد المائية في معالجة المخلفات والاستخدام من استفادة من تديون المخلفات في مجالات أخرى مثل الطاقة وغيره كل الإجراءات سواء إجراءات الفعلية أو السياسات تكون تهدف إلى حاجتين خفض الإنبعاثات الناتجة مع الاستمرار في معدلات النمو والزيادة الحاجة الثانية تقليل أو زيادة المرونة بتاعة المجتمع على تحمل الصدمات والأثار اللي جاء من تغير المناخ وده لما يكون عندي في تعدد بالأنشطة ودائما هناك إنتاج مستدام مع استهلاك مستدام بمعنى يكون في توازن ما بين إنتاج والإستهلاك كل ده هي دي الصورة الخاصة بالاقتصاد الأخط ده المقصود بي يعني اقتصاد يساعد على تخفض الإنبعادات نعم وفي نفس الوقت يؤدي إلى جهازة معدلات النمو نعم الدكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة شكرا جزيلا لك نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء تزعم تأثر المغزون الاستراتيجي لمصر من الأقمح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي وفي بيان للمركز الإعلامي أوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين التي شددت على توفر مغزون استراتيجي من القمح لعدة أشهر قادمة مشيرة إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي الذي سيصم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى ديسمبر من العام الجهري وأكدت الوزارة أنه يتم توفر مغزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على خمسة أشهر وتوافر أنواع الزيوت لمدة ستة أشهر والأرز لمدة تكفي إلى سمانية أشهر شاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات صاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام شهد الفريق أسام عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها كما ألقى لواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصعقة كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها قوات الصعقة مؤكدا أن رجال قوات الصعقة دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للتضحية بالغال والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته أعقبها تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصعقة أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتلية للأسلحة والمعدات مشيدا بما لمسه من استعداد قتالي عال وروح معنوية مرتفعة للقوات كما طلبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصعقة حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 361 قضية تموينية بمضبطات بلغة أكثر من 81 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 42 طن مواد غذائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 9 أطنان سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 425 قضية مبينها 105 قضايا خبز ناقص للوزن و128 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 79 طن أقمح محلية وإلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة مواصلة المساعي وبذل كل السبل بهدف التوصل إلى التهديئة وتحقيق حل سلمي للأزمة الأوكرانية وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء مشيرا إلى اهتمام مصر ببثل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفية تلقاه شكري من نظيره الأوكرانية ديمترو كوليبا تداول فيه العلاقات السنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية وقالت الخارجية إن الوزير الأوكراني أطلع شكري على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا نفت الخارجية الروسية إطلاقها أي تهديد باستخدام الأسلحة النووية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الولايات المتحدة تتهم بلادها باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخوي في سكانها وأكدت زخاروفا أن موسكو لم تهدد أبدا بأي أسلحة نووية ولكنها تحذر الجميع من مثل هذه الخطوات التي وصفتها بغير المسؤولة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسية سيرجيلا فروف يهدد باستخدام أسلحة الضمار الشامل أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية نيتو روب باور أن الحلف يعد أنجح تحالف عسكري في التاريخ بسبب وحدته وقدرته على التغيير وخلال كلمته أمام اجتماع رؤساء أركان جيوش دول حلف الأطلسي قال المسؤول الأوروبي إن الأزمة الأوكرانية قدمت للحلف واقعا استراتيجيا جديدا مشيرا إلى أن الحلف أظهر في الأشهر القليلة الماضية أنه قادر على التكيف في موقفه بسرعة وفعلية أشهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالقدرات السويدية العسكرية الحديثة والمتطورة معربا عن تطلعه لمساهمات السويد في حلف شمال الأطلنطية ورحب وزير الدفاع الأمريكي في مقر البينتاجول بطلب السويد التقدم للحصول على عضوية النيتو مضيفا أن الجيشين الأمريكي والسويدي يجريان تدريبات منتظمة بالإضافة إلى أن القدرات السويدية حديثة ومتطورة وكبيرة تصريحات أوستن جاءت خلال لقائه بنظيره السويدي بيتر هولتك فيست في مقر البينتاجول وذلك حسب البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية من جانبه أكد الرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أن بلاده ستدافع عن السويد وفنلندا إذا تعرضت لهجوم حتى قبل انضمامهما إلى منظمة حلف شمال الأطلنطية النيتو وأوضح مورافيسكي أنه يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بمثابة إشارة هامة لتعزيز الأمن في أوروبا مشيرا إلى استعداد بلاده لبناء قواعد دائما لحلف النيتو لاستعاب وحدات عسكرية صغيرة للانتشار السريع رهنت الخارجية الروسية فتح مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بالنظري في رفع لقوبات المفروضة على روسيا وتصدر أوكرانيا أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم معظم بضائعها عبر موانيها البحرية لكن منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانيها الصغيرة المطلة على نهر الدنوب أعلنت روسيا عزمها تصدير النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك أن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسية تتعافى تدريجيا وأن قطاع الطاقة في البلاد ليس في الأزمة بتزامني قال مستشرو الرئاسة الروسية ماكسيم أورشكين إن الاقتصاد الروسي سينكمش بما لا يزيد على 5% هذا العام مقدما توقعات أكثر تفاؤلا من تلك التي قدمتها وزارة الاقتصاد وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية هذا الأسبوع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 7.8% في عام 2022 وكانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع انكماشا بأكثر من 12% وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكبر انكماش منذ انهيار الاتحاد السفوتي فيما قال أورشكين كذلك إن التضخم في روسيا لن يتجاوز 15% بحلول نهاية العام اشتركوا في القناة افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقع الالكتروني أن سفينة شحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن واضافت أن التحقيقات ما زالت جارية يتي هذا في مقال متحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية إن البحرية على علم بوقع حادث في البحر الأحمر في محاولة للعودة إلى الحياة الطبيعية أعادت منطقة جينشان النائية بمدينة شانغهاي الصينية فتح الأمال التجارية جاء ذلك بعد إعلان المدينة الصينية القضاء على فيروس كورونا في جميع انحاء شانغهاي ورغم تخفيف القيود المفروضة إلا أن المتاجر مزالت تعمل في ظل شروط صارمة كما يتم السماح لخمسين شخصا فقط بالدخول إلى السوق في وقت واحد ذكرت وزارة الصحة الطيوانية أن البلاد دخلت في مرحلة الانتشار المجتمعي الشامل لفيروس كورونا وفي بيان أوضحت الصحة الطيوانية أنها تتوقع أن يصل تفشي المرض لذروته في أواخر الشهر الجاري مضيفة أنها طلبت من الوكالات التابعة لها العمل عن كسب مع الحكومة المحلية للاستعداد لأية تغيراتنا في الوضع وأضفت أن تايوان في طريقها للتعايش مع الفيروس وستعمل الحكومة تدريجيا على تخفيف إجراءات الوقاية الصارمة أفدت وكالة الأنباء الكورية الرسمية بأن كوريا الشمالية تكسف انتاجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعاقمات ومقيس الحرارة حيث تكافح انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا وأضافت الوكالة نقلا عن بيانات من المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة أن ما يربو على 262 ألف شخص أبلغوا عن الإصابة بأعراض الحمى في حين تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد بالفيروس مرة أخرى يعود وباء كورونا ليتصدر اهتمامات العديد من دول العالم ففي الوقت الذي فتحت فيه الحدود وتم التخلص من الكمامات في العديد من الدول وعادت الحياة لطبيعتها إلى حد كبير حذر خبراء أمريكيون من تزايد حالات الإصابة مدير معهد الحساسية للأمراض المعدية الأمريكية أنتري فوتشي قال إن سلس الأمريكيين يعيشون في مجتمعات تشهد مستويات متزايدة من حالات الإصابة بكورونا حديث يتزامن مع إعلان واشنطن عن قلقها من تفشي كورونا في كوريا الشمالية تلك الدولة التي لطالما أعلنت خلوها من الوباء ورفضت كل عروض التطعيم التي عرضتها عليها عدة جهات على رأسها منظمة الصحة العالمية والصين إلا أنها وفي الأيام الأخيرة كسفت إنتاجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعقمات ومقيس الحرارة لتكافح الانتشار غير المسبوق للوباء وطبقا لبيانات المقر الرئيس للوقاية من الأوباء فإن أكثر من 262 ألف آخرين أبلغوا عن الإصابة بأعراض الحمى فيما تؤفي شخص آخر في محصلة أخيرة ومنذ إعلانها المفاجئ عن أول تفشي لكورونا الأسبوع الماضي أبلغت كوريا الشمالية عن ظهور أعراض الحمى على ما يقرب من مليوني شخص بجانب وفاة 63 آخرين وهو ما تبعه من فرض للتدابير الصارمة لمكافحة الفيروس بما في ذلك الإغلاق على مستوى البلاد منظمة الصحة العالمية بدورها حذرت من عودة وشيكة للوباء ونصحت بالعودة للإجراءات الوقائية معلنة أنه من المبكر جدا القول بأن وباء كورونا قد رحل بلا عودة فيما خلصت لجنة شكلتها المنظمة لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة كان عليه عندما ظهر فيروس كورونا في عام 2019 لمكافحة وباء جديد توقعت إدارة الكوارث وإدارة الأزمات في الهند استمرار الفيضانات خلال اليومين المقبلين وقد تسببت فيضانات الهند التي نتج على عمطار موسمية غزيرة بغرق أكثر من 1500 قرية وإجبار أكثر من نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم في ولاية آسام حاملين معهم ما يمكنهم حمله تاركين منازلهم وراءهم فارين بعيدا عن الخطر وبحثا عن مأولهم هذه هي مأساة مئات الآلاف من ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند ممن تركوا منازلهم بعد أن دمرها الفيضان وزير الموارد المائية بالولاية الهندية أكد أن أكثر من 500 ألف شخص فروا من منازلهم هاربا من فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة المسؤول الهندي أكد أن الوضع قد يزداد سوءا مع توقع استمرار الفيضانات خلال اليومين المقبلين وتقرير الفيضانات اليومي الصادر عن هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام أفاد بأن أكثر من 39 ألف شخص اضطروا إلى البقاء في معسكرات الإغاسة بعد أن دمرت منازلهم وغمرت بالمياه كما أكد التقرير أن نهر إبراهما بوترا أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنجلديش المجاورة فاض على ضفتيه على مدى الأيام الماضية في آسام وهو ما أغرق أكثر من 1500 قرية وبسبب الفيضانات أغلقت العديد من محطات السكك الحديدية إضافة إلى انهيار القسور وهو ما دفع الجيش الهندي للتدخل في تلك الأزمة من خلال طائرات هولوكوبتر للمساعدة في جهود الإنقاذ في الشمال الشرقي من الهند ناقشت كوريا الجنوبية واليابان تحركات بيونج يانج والقضايا الإقليمية والدولية خلال اجتماع افتراضي بين مسؤولين بالبلدين وفي السياق ذاته قال نائب كوريا جنوبية نقلان عن معلومات من جهاز الإسغبارات إن كوريا الشمالية أنهت التحضيرات لإجراء تجربة نووية يبدو أن انتشار كورونا بشكل غير مسبوق لم يقنع كوريا الشمالية بأن تتنازل عن تجاربها النووية فمع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان كاشفت تقارير من سول عن استعدادات تجريها كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية من دون أن تحدد موعداً زمنياً لهذه التجربة حيث تم إنجاز التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب لتنفيذها وذلك بحسب تقارير كوريا جنوبية ويأتي هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على تحزير أمريكي من قيام كوريا الشمالية باختبار نووي أو صاروخي أثناء جولة بايدن الشرق أسيوي المنتظر بدءها في العشرين وحتى الرابع والعشرين من ما يلقاري ويبدو أن تلك المعلومات لم تلقي بظلالها على المحادسات المرتقبة فقط وإنما تجاوزت لتؤثر على خط سير الرحلة المرتقبة فبعد اعتزام بايدن زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح عاد البيت الأبيض وأعلن أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بدوره قال إنهم مستعدون لكل الأحداث الطارئة المحتملة بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذه الاستفزازات أثناء وجود بايدن الذي يتمسك بسياسة إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بينما يرفض الفكرة التي تفضلها الصين وروسيا وهي عرض تخفيف العقوبات عن بيونج يانج قبل أن تتخذ خطوات لتفكيك برنامج أسلحتها النووية نظمت مديرات الصحة بضميات قافلة طبية في قرية جمص البلد بضميات ضمن الجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تتضمن القافلة عيادات متنقلة بكل تخصصات طبية ومعملان وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا جمص غرب جبنا فيها 16 عيادة تخصصية بتدعمنا بها وزارة الصحة تشمل جميع التخصصات الطبية الوزارة دعمتنا بالعربيات والعيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية داخل العربية زائد أنها دعمتنا بالأطباء الاستشاريين والأخصائيين اللي بيكشفوا على المريض اللي بيكون الطبيب داخل العيادة بيوجه المريض إلى التحاليل أو بيوجهه إلى الأشعة أو بيوجهه إلى الصيدلية يصف العلاج أو بيوجهه للمستشفيات عشان يكمل علاجه أو يكمل فحوصاته وده بيبعى على نفة الدولة اختتمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بإدارة مرس علامة صحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اختتمت أعمالها والتي استمرت على مداري يومين حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 308 أشخاص بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الصحة استقبال 70 مقترحا وفكرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك من خلال النموذج الإلكتروني الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي وفي بيان أوضحت الوزراء أن النموذج الإلكتروني يتيح الفرصة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الصحية مشاركة مقترحتهم عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم من خلال المنشآت التابعة للوزراء كما يتيح لطلاب الجامعات في التخصصات الرعاية الصحية وشباب العاملين بمدريات الصحة على مستوى الجمهورية مشاركة أفكارهم في تطوير المنظومة الصحية والنهوض بها عقدت ورشة عمل تحت عنوان نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا بمقر مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر وأشارك في هذه الورشة 36 متدربا من 16 دولة أفريقية حيث تعد جزءا من العمليات التحضرية لإطلاق حملة حساب المؤشرات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022 وتطوير تقرير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا للعام الحالي والذي سيتم رفعه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقية أعلنت توزارة الدولة للهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة أثورة صناعية الرابعة نظرة للتحضيرات المستقبلية وذلك بمؤتمر مصر تستطيع في نسختي السادسة وفي بيان أكدت الهجرة أن الجلسة ستناقش الاستعدادات الواجب اتخاذها والتحضيرات اللازمة التي يجب أن تتوافر للدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة وذكر البيان أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناع ينظم بالتعاون بين وزرات الهجرة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من الحادي والسلسين من مايو إلى الأول من يونيو القادم تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال تطوير وتوسيع تشارع زهراء المعادي ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة والتي تقوم بها الدولة لربط محوري الأتستراد وزهراء المعادي بمحور حسب الله الكفراوي وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة كما شهد محافظ القاهرة أعمال نقل الأشجار الموجودة بالشارع إلى شارع الخمسين بالبساتين وأكد محافظ القاهرة أن معدات نقل وإعادة زراعة الأشجار تعد سابقة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية أكد المركز الإهلامي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صدرات مصر غير البترولية أكد أنها شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 9.2 مليار دولار وبنسبة تزيادة بلغت 20% أضاف المركز أن الارتفاع في حجم الصادرات جاء مدفوعا بنمو حجم الصادرات لـ 11 قطعا تصديريا وتضمنت تلك القطعات كل من الصناعات الغذائية والحصلات الزراعية والمنتجات الكيميائية والأسمدة والصناعات الطبية بل أضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي دكتور عمر يعني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضح ارتفعت في حجم الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام مدفوع بنمو لـ 11 قطع تصديري برأيك كيف تقرأ هذه الأرقام ودورها في دفع عجلة الاقتصاد المصري أولا الأرقام من الوزارة النهاردة أرقام مهمة جدا وأرقام محتاجة لكثير من التحليل والنشر ويمكن مركز دعم اتخاذ القرار من المراكز المتميزة جدا على مستوى العالم العربي في دقة وإصدار التقارير والبيانات والبيانات دي بتتراجع من المؤسسات الدولية في شراكة مع المؤسسات الدولية في إصدارها وبالتالي البيانات دي مهمة جدا أنها تتشر وتتعرف بالذات فيما يخص وفي الوقت ده بالذات الخاص بالعالم كله بيكلم على ركود وعلى أزمة وعلى تضخم وإحنا عندنا الحقيقة مؤشرات جاهدة جدا مهمة جدا أن احنا نعرفها ونشورها والشباب بتوعنا يتعرفوا عليها ومنها مؤشرات الصادرات وطبعا مؤشرات الصادرات من الصادرات أو المؤشرات المهمة جدا على مستوى الاقتصاد لأنها هي اللي بتجيب عملة صعبة اللي بتساعد على التشغيل اللي بتاخذوا الأسواق الخارجية وبالتالي بتزيد قوة الاقتصاد بتاعك في الخارج وبتحسن ميزان المتفوعات والتجارة الخارجية النهاردة فعلا عندنا زيادة كبيرة أو راكود أو نمو كبير غير مسبوك في الصادرات المصرية وانا اعتقد ده راجع لأربعة أسباب أولا البنية التحتية المهمة جدا للدولة عملية خلال الخمسة أو ستة سنوات الأخيرة ولولا البنية التحتية مفيش استثمار وده كلام اللي بيقوله دايما إن مفيش مستثمر هيجي ومفيش شغل هيجي ومصانع هتشتغل إلا لما يكون فيه بنية تحتية ملعبة النقطة الثانية الحقيقة دخول القطاع الخاص في عجلة الانتاج في مصر بشكل كبير ويمكن السيد الرئيس منذ فترة وفي كل لقاته بيشجع وبيأكد على إن إحنا محتاجين القطاع الخاص يدخل بقوة في العملية الانتجية نعرض القطاع الخاص بيدخل بقوة في العملية الانتجية وبيصدر كمان النقطة الثالثة الحقيقة الثقل السياسي وده نقطة مهمة لأن أي دولة بتصدر أو أي صدرات أو أي نمو في صدرات يما بيكون راجع للتفايات الصنعية أو لقوة الدولة أو لعلاقات الدولة الحقيقة لعلاقات الدولة عملتها والسيد الرئيس والقيادة السياسية عملتها في الفترة الأخيرة واستعادة مصر لترقلها السياسي والتجاري على مستوى العالم سواء على المستوى الأفريخي أو العربي أو الدولي خلى فيه وزن وفيه سمعة وفيه رؤية وفيه ساوند زي ما بيقول كده تسميع للصدرات المصرية أو لقوة الصناع أو الاقتصاد المصري والجولات الكثيرة اللي بتم سواء من وزراء المعنيين بالاقتصاد أو بالمالية أو بالتجارة الخارجية مع المؤسسات الدولية أو في المؤتمرات الدولية أحد أسباب كمان اللي خلت العالم بدأ يتنبه إلى عملية الصناع الاقتصادي ونمو الاقتصاد المصري وقوة الاقتصاد المصري نعم لكن دكتور عمر يعني في ظل أزمة وركود حالي أزمة عالمية وتضخم أيضا في موجات عالية بتضرب العالم خاصة عقب الأزمة الصحية كورونا وعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية برأيك ما هي فرص مصر إذن في تنمية الصادرات خاصة في ضوء التكلفات الرئاسية بأن 100 مليار دولار هو الطموح المصري في زيادة الصادرات شوف يا ولن ده طموح وده طموح مشروع وأعتقد أننا نقدر نوصل في خلال سنوات لهذا الرقم لو شدنا حلنا ولو زودنا بإنتاج لو دخل قطاع الخاص ولو كمان جذبنا استثمارات خارجية أجنبية في مجال الصناعة ويمكن سيد الرئيس كان بيأكل على عامية توتين توتين الصناعة في الفترة الماضية وليست فقط أن يكون عندنا صادرات محتاجين نوطن الصناعة محتاجين جذب استثمارات خارجية محتاجين أن نزود الأسواء وأنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جدا جدا للنهاردة زي ما دول عملت بعد أزمة كورونا قدامنا فرصة كبيرة جدا أنا قلت هذا كلام من قبل أن نقعد مع بعض يبقى في مجموعة عمل خبراء تتكون مجموعة خبراء عشان نشوف إزاي نجذب الصناعات اللي تأثرت في العالم سواء في أوروبا أو دول كتير وخرجت من صين أو خرجت من أوروبا أو خرجت من دول كثيرة نتيجة الأزمة وأنها تيجي تستوطن أو تيجي تستمارات خارجية مباشرة في مصر مصر تتميز بموقع جهورافي متميز تتميز بتكلفة جيدة جدا بشبكة نائل جيدة بعلاقات تاريخية وعلاقات صادية جيدة مع دول العالم وأنا أعتقد أننا عندنا فرصة جيرة جدا أننا نشد النهاردة عدد من الصناعات التصديرية التي تأثرت بالأزمة وأن مصر تقدر منها تشد هذه الصناعات بحيث أنها تيجي في مصر وتعمل في مصر الهند عملت كده بالمناسبة نعم التقرير ذكر قطعات بعينها تحديدا يعني المركز دعم اتخاذ القرار ذكر الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية على رأس القائمة التي قادت ارتفاع هذه الصادرات يعني إذا منظرنا إلى منظومة توريد القمح إلى نظرة الأمن القومي المصري في توفير الغذاء الأمثل سواء فيما يخص الاستهلاك المحلي أو فيما يخص التصدير للفائد ماذا تقول الحقيقة دي نقطة مهمة بدأنا من فترة منذ دولي سيد رئيس عفتاح السيسي بدأ يبقى فيه نظرة أمنية في موضوع الغذاء وبدأ يبقى موضوع الغذاء وتوفير الغذاء وبالذات المحاصيل الاستراتيجية رغم أننا عندنا أزمة أراضي والاستصلاح أراضي ورغم أننا عندنا أزمة مية مع صد النهضة حطت استثمارات كبيرة جدا في البنية التحتية في الفترة الماضية شفنا مشروع أتوشكة شفنا استصلاح المليون فدان شفنا التوسع في الأراضي الزراعية كل هذا بهدف توفير المحاصيل الرئيسية الاستراتيجية لأن الأمن الخاومي نهاردة ما أصبحش فقط عسكري لكن أصبح كمان أمن غذاء وبالتالي الدولة حط عنها على هذا الأمر حطت استثمارات كبيرة بدأ النهاردة يكون فيه عائد وده جزء من زيارة الصدرات وزيدة الإنتاج الزراعي اللي الدولة مش غفلة عنه زي ما تعرفت أننا بننمو سكانين بشكل كبير واحتياجاتنا بتكبر وبالتالي ما نقدرش نعتمد على العالم الخارجي في ظل أزمات دولية وعالم فيه ممكن يحصل أزمات أكبر من كده بكثير يعني زي ما شفنا الأزمة روسيا الأمح والغذاء والطاقة النهاردة النظرة الاستراتيجية أننا نكون ملكين جزء مهم من الغذاء الاستراتيجي المصري لتأمين مستقبل مصر أشكرك جزيلة شكر الدكتور عمري صالح أستاذ الاقتصاد السياسي مستشور البنك الدولي وإلى هذا الخبر العاجل حيث استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية التي تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة تمكنت أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول بشمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل الانتحاري ضد أفراد الكمين وتبادلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مقتل العنصر الإرهابي والعثور بحوزته على حزام ناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح ألي وأربع خزائن خاصة به ومئة واثنتين عشرة طلقة من ذات العيار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق بحث رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب ومحافظة جنوب سيناء خالد فودة سبل جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بمدن المحافظة وكذا مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء خاصة في ظلي صدور قرار جمهوري رقم مئة وثمانية وعشرين لعام الفين سنين وعشرين والخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحية من أحكام القانون رقم أربعة عشر لعام الفين واسنة عشر بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء حضر اللقاء كل من أحمد الوصيف رئيس الاتحاد للغرف السياحية وبمشاركة عدد من مستثمري محافظة جنوب سيناء يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعية التي تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال لمناقشة أليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص أكد وزير البترول طارق الملة أن قطاع البترول يكثف جهوده خاصة مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية كوب 27 لوضع المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات موضع التطبيق بالتعاون مع شركاء قطاع البترول من الشركات العالمية صاحبة التقنيات الرائدة والحلول المتطورة جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد من شركة بيكار يوز الأمريكية لبحث مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الأمريكية في إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز في إطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة وإلى البورصة المصرية حيث تبينت أداء المؤشرات في البورصة بختام تعملات جلسة اليوم ونهاية جلسات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نتاقل وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه يغلق عند مستوى 690.8 مليار جنيه وعلى الصعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة فاصل 79 بالمئة بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة فاصل 64 بالمئة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة فاصل 54 بالمئة للمزيد من المتابعة حول حركة أسواق المال ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعد خبير أسواق المال أستاذ أحمد كيف تقيم أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم وختام جلسات الأسبوع بشكل عام أهلا وصلاة المحضرات سوء النهاردة بنفس بـ 1 مليار 690 مليون 1 مليار 690 مليون سندات و 690 مليون أسود طبعا قدأ إلى التفاح 33 ساعة وانخفض 80 ساعة ولما تغير 68 ساعة طبعا بيعمل خزم المؤسسات الأجنبية وافراد المصريين مقابل شراء من المؤسسات العرب وافراد العرب أبز القطاعة النهاردة عندنا خدمات أعمالية غير مصرفية حوالي 142 مليون بيجمد تنتزيات حوالي 20 مليون سوق هي للقطاع العقارات 120 مليون حوالي 17 مليون سوق سليل الموارد الأساسية 113 مليون واتصالات وإعلام ثم يريد قطاع البنو نعم هي أبرز القطاعات التي قادت السوق هذا الأسبوع ماذا عن توقعات الجلسات القادمة والافتتاح في مستهل الأسبوع القادم أبرز القطاعات النهاردة وخدمات الملاجعة المصرفية إسرى توقعات النهاردة خلال البنك المركزي يتثبت إشتاعدة إن شاء الله فطبعا قطاع المالغ المصرفي كان النهاردة كان حوالي 20 مليون وحوالي 142 مليون جنيه بالنسبة للمؤشر الثلاثين طبعا فضولهم مستوى 10-13-50 والثبات فيه إن شاء الله يهلوا صوت مرة أخرى 10-6-50 المشارة الصغيرة المتوسطة طبعا طول ما هو فوق مستوى 10-28 يهلوا صوت مرة أخرى 10-78 ثم هل شهية المستثمر الصغير ما زالت مفتوحة للاستثمار في الأوراق المالية خاصة في ظل بعض الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم وبالطبع من ضمنها مصر الحقيقة طبعا النهاردة كان فيه شراء ملحوظ من الأسراد المصريين المستثمر المصري بيلجأ إلى نظام متجرة صريعة نظرا إلى يعني هو تأقب أحداث إن شاء الله الفترة القادمة في تحسن السوق ما زال في تحسن وطبعا صعود السوق النهاردة ادى نظر التفاعلية المستثمر الصغير ولكن طبعا ما زال الأوضاع الفايدة هي بتأثر على العميل اللي بورصة بشكل كبير أشكرك جزيلة شكر الأسعد أحمد سعد خبير أسواق البال نقشت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مؤسسات الدمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعيات المصرية البريطانية بالمملكة المتحدة نقشت سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك خلال جلسة عقدت عاقب افتتاح وزيرة التعاون الدولي أعمال البعثة تحت عنوان التمويل المبتكر أداة التحول للاقتصاد الأخضر بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زاكي مع مسؤولي كبار في الشركات الإنجليزية فرصة لاستثمار المتاح بالمنطقة الاقتصادية وكذلك عرض مزايا وحوافز الهيئة التي تقدم للمستثمرين يأتي ذلك في إطار مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن وفد وزري مصري رفع المستوى ومشاركة فعالة للجانب المصري خلال أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة والتي تنظم على الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والتي افتتحت أعمالها أمس سيدة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية أديب وكاتب وصحفي من طراز خاص أثر الحياة الأدبية في مصر والعالم العربي بالعديد من المؤلفات التي تركت أثرا كبيرا في الحياة الثقافية إنه الأديب الطبيب الراحل يوسف إدريس الذي يوافق اليوم ذكرى مولده لتأثرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر نهزة واحدان وثمانين عاما تخرج حسن مصطفى في المعهد العلي للفنو المصرحية في عام 1957 وعمل على مدار مسيرته في العديد من الفرق المصرحية منها فرقة إسماعيل يسين والفنو المتحدين ومصرح التلفزيون اشتركوا في القناة انتهت نشرتنا وهذه تذكرة بالعنوية رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وصغراج الرخصة الذهبية لإقامة المصانع مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مصر تؤكد مجددا ضرورة تحقيق حل سلمي للأزمة الأوكرانية والعمل نحو حقن الدماء نهاية نشرة السلسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة